اهلا بحضراتكم من جديد وطريند الاهلي واللي كتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي بعد القاءة فلمينجو والاستعداد للمرحلة اللي جاية المرح كانت في رسالة مهمة جدا من خلال اكاونت الرسمي لمارسل لا كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي وذلك من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك يمكن نشر صورة ليه وهو بيحيي جمهور النادي الاهلي وكتب عليها شكرا لمشجع الاهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للاندية وكتب الرسالة باللغة العربية وباللغة الالمانية كولر من المدربين اللي دخلوا بسرعة قلوب كل الاهلوية وطبعا من حسن حظه البداية والانطلاقة كانت امام الزمالك فالبداية كانت كويسة وبطولة وانتصار في لقاء الدربي على المنافس التقليدي ولكن مع توالي المباريات و22 مباراة بدون خسارة مع الاداء المميز في كأس العالم للاندية تحديدا امام الريال او فلمينجو رغم بعض التفاصيل والاخطاء البسيطة ولكن الراجل دخل قلوب الاهلوية لانه واقعي بيتكلم بصراحة حتى رغم ادار الفرص كان واقعي وقال جملة مهمة جدا لما تضيع فرص في توقيت زي ده وفي بطولة زي دي صعب جدا انك ترجع لان المنافسة اللي انت بتلعب فيها مش محتاجة مساحة انك تضيع فرص فالرجل حتى لا تكلم على التوفيق والاجتهاد لا اتكلم في صاميم العمل وتكلم بشكل فني رائع جدا فعشان كده الجمهور واثق ان ده الراجل اللي ممكن يكون يلب طموحات كل الجماهير الاهلوية في الفترة اللي جاية المهندس خالد ده مرتاجي نشر ايضا من خلال حسابه الرسمي على تويتر صورته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد واجياني انفنتينو هذه الصورة وهذا التكريم كان على هامش مباراة الاهل والريال في صالة الفي في اي بي في مركب مولاي عبدالله في الرباط وكتب المهندس خالد مهما تحدست فلن استطيع ان اصف شعوري بالفخر اني اهلاوي الحمد لله على نعمة الاهلي كان لقاء مهم جدا على فكرة للمهندس خالد مرتاجي وعدد من اعضاء مجلس الادارة في لقاءهم مع مسؤولي ريال مدريد خلال منافسات كأس العالم للاندية وشايفين طبعا الدرع والاهداة التسكير ما بين بعثة الاهلي وبعثة ريال مدريد يلا قورا يتكلم على الارقام الايجابية من مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية الاهلي خاد مباراته رقم 22 معززا رقمه كأكثر الفرق مشاركة في مباريات البطولة الاهلي تخطى برشلونة على فكرة يعني كسلس اكثر الفرق تسجيلا في البطولة عبر التاريخ برصيد 24 هدف الريال صاحب الرصيد الاعلى من الاهداف مسجل 35 هدف يلي منتري المكسيكي 25 ثم الاهلي 24 هدف نسخة 22 في المغرب هي الاقصر تسجيلا للاهلي في مشاركاته لانه سجل 7 اهداف في 4 مباريات لكن في نفس الوقت هذه النسخة هي اقصر النسخ اللي دخل فيها الاهلي اهداف كان 8 اهداف قبل مبارات الريال على فكرة كان الشناوي اكتر حراس الاهلي اللي قدر يحافظ على شباكه نظيفة ولكن جات مبارات الريال وفلامينجو عشان تدينا رقم سلبي 8 اهداف في مباراتين يلا كورا ومصدر يكشف ليلا كورا موعد وصول بعثة الاهلي ورسالة كولر عقب خسارة برونزية المونديال اتكلمنا وقلنا ان الفريق راح لمدة يومين هيرجع للتدريبات يوم اللاربة فكرة التدريب ان شاء الله هيكون يوم اللاربة على ملعب التيتش وكمان مارسل كورا كان حريص ان هو يوصل رسالة مهمة جدا للعبي عقب نهاية البطولة وقال لهم في رسالة واضحة يجب ان لا تفكروا في ما حدث في مونديال الاندية وان الدرس المستفاد من هذه البطولة عدم الوقوع في الاخطاء الغريبة اللي كلفت الاهلي خسارة الميدالية البرونزية ده كان كلام مهم جدا لمارسل كولر من خلال حسابي اللا كورا عقب ختام منافسات كأس العالم للاندية نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نوصل مع بعض باقي فقرات برنامج التريند